هل فعلا ولد المسيح من عذراء الشيء الجميل أحبائي في الكتاب المقدس في صفحاته من العهد القديم إلى العهد الجديد يصير بتناغم بتوافق بانسجام تام وكله بكمل بعضه طبعا الكتاب المقدس ما بيترك موضوع إلا بيعطي الشرح عنه أولا ولسيما موضوع في غاية الأهمية مجيء المسيح الفادي في ملء الزمان حتى يقدم خلاص لكل البشرية نحن نعرف أن الله خلق آدم وحواء ذكرا وأنثى خلقهما على صورته وعلى مثاله ووضعهم في جنة عدن وعطاهم أن يتسلطوا على كل الحيوانات وكل طيور السماء وعطاهم امتيازات وأمور جميلة جدا وعاشوا في هذه الجنة عيشة حلوة طبعا بدون خطية الرب اتكلم مع آدم وقال له أنه من كل شجر الجنة بتوكل مع هذا شجرة واحدة شجرة معرفة الخير والشر وفعلا إحنا بنعرف القصة أنه جاءت الحية اللي هو إبليس أغوى حواء ومن حواء أعطت لرجلها أكل معها من الثمر وكلهما سقطا في الخطية وهذا طبعا قاد إلى خوف شديد وإلى انفصال تام عن الله وفعلا كل الأمور اتغيرت وكل المعايير والمقييس اتغيرت فالله كما وعد أنه إن أكلت من شجر هذه الشجرة موتا تمتا وفعلا تمت نبوة الله اتحققت وطبعا أدان آدم وحواء لكن بشكل خاص من خلال وسط الدينونة الله أعطى وعد ونسمي هذا الوعد في الكتاب المقدس الوعد المسياني إنه سيأتي المسيح مستقبلا ويكون الفادي ويكون المخلص لكن الرب أعطى كمان توجهات محددة مهدفة وهذه الأمور اللي الرب أعطاها في سفر التكوين منشوفها إصحاح 3 والآية 14 والآية 15 فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية على بطنك التسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك وأضع آية 15 وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وهذا طبعا تم بمجيء المسيح عندما أكمل العمل الكامل بموته على الصليب صحق الشيطان صحقا كاملا وهذا الصحق وعد به أولاد وبنات الرب أنه سريعا سيصحق الشيطان تحت أرجلكم أيضا لكن على أي حال اللي بهمنا في هذا الموضوع الوعد المسيحاني الوعد المسيحاني اللي الله بيتكلم من قديم الأيام أنه في ملء الزمان سيرسل من نسل المرأة وحدد من نسل المرأة وليس من نسل الرجل طب شو اللي بيخلينا ندرك أنه هذي يكون ميلاد عذراوي احنا بنعرف من الكولتشر اليهودي والعادات اليهودية ومن الكتاب المقدس في سلسلة الأنساب إذا بتطلع على سفر التكوين إصحاح 5 سفر التكوين إصحاح 11 إذا بتطلع على سفر أخبار الأيام الأول وأخبار الأيام الثاني إذا بتطلع على سفر عزرة وسفر نحمية بتشوف أسماء كثيرة وسلسلة أنساب كثيرة وهذه الأنساب دائما تتكلم أنه بتيجي من خلال الرجل فدائما بيتكلم عن الرجل لكن ببداية الأيام الله وضح أنه رح ييجي هذا المخلص رح ييجي من نسل المرأة وهذا الذي سيأتي من نسل المرأة سيقوم بالخلاص العظيم وسيكون فعلا الفادي والمخلص أيضا ونحن نعلم أنه المسيح جاء من نسل المرأة أنه المسيح ولد من عذراء المسيح جاء من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب المسيح جاء من صبت يهوذا والمسيح طبعا ولد في بيت لحم والمسيح جاء من عائلة يسا والمسيح جاء من بيت داود لكي يملك على بيت داود إلى الأبد والتوقيت أحبائي بحسب نبوة دانيال أنه المسيح جاء في التوقيت أو سيأتي في التوقيت المحدد والمعين وتمت هذه النبوة بتفصيل وبتدقيق تام وهذا اندل على شيء بدل على أهمية هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر